الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم انبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه الى يوم الدين وبعد ففي الوقت الذي حث فيه الاسلام الانسان الى اخراج زكاة ماله وحث على الصدقات ودعا الى التكافل والطراحم فانه حرص كل الحرص ان يذهب المال الى مستحقيه الحقيقيين فدعا الغنية الى الصدقة والطراحم ودعا غير المحتاج الى التعفف والى القناعة احتج الى من شئت تكن اسيرا واستغني عن من شئت تكن نظيرا واحسن الى من شئت تكن اميرا وهذا ما بيانه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اليد العليا المعطيح خير من اليد السفلى الاخزة ففي الوقت الذي دعان الاسلام الى الانفاق في سبيل الله وجعل له ثوابا عظيمة مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابلة في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم حرص الاسلام كل الحرص ان يقع المال في يد مستحقيه الحقيقيين لان غير المستحق اذا مد يده ضيع الفرصة على المستحق ومن هنا عن سيدنا حكيم ابن حزام رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاني ثم سألته فاعطاني ثم قال يا حكيم ان هذا المال خضع حلو فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن اخذه باشعاف نفس اي بزل لنفس وازلال نفس وبدون حق لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفنة يعلمنا النبي صلى الله وسلم ان نعمل ان نعمل لان يحتطي باحدكم وان يحمي الحزمة من الحطب على ظهر خير من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا ارزأ احدا بعدك شيئا حتى افارق الدنيا اي لن اكون عبئا على احد ولن اكون سقلا على احد ولن اسأل احدا شيئا من ماله فكان ابو بكر رضي الله عنه ردو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى ان يقبل منه شيئا فقال يا معشى المسلمين اشهدكم على حكيم اني اعرض علي حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء فيأبى ان يأخذه فلم يرز حكيم احدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي وعن عمر ابن تغلبى رضي الله عنه اما رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بمال او سبي فقسمه فاعطى رجالا وطارك رجالا فبلغه ان الذين طارك عتبوا فحمد الله حمد الله فحمد فحمد الله تعالى ثم اسنى عليه ثم قال اما بعد فوالله اني لا اعطي الرجل وادع الرجل والذي ادعو اي اطرق ولا اعطيه احب الي من الذي اعطي ولكني اعطي اقواما لما ارى في قلوبهم من الجزع والهلع واكلوا اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى الغنى غنى القلب ليس الغنى عن كصرة العرض ليس الغنى عن كصرة المال ولكن الغنى غنى النفس الغنى الحقيقي غنى النفس فالفقه في النفس لا في المال تعلمه ومثل ذاك الغنى في الفقر والمال ومن كان لا يغنيه ما يكفيه فكل ما في الارض لا يغنيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع ليس الغنى عن كصرة المال يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعطي رجالا وادع رجالا والذي اطرق احب الي من الذي ادع اعطي رجالا لما ارى في قلوبهم من حب الدنيا واكل اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمر ابن تغلب فقال عمر والله ما احب ان لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم ما احب الدنيا كلها كلمة رسول الله لي بان يكلني الى ما في قلبي من الغنى والرضاء خير من الدنيا وما فيها فكتب بعضهم عن المال لانه يرى ان السعادة في كصرة المال وكتب بعضهم عن الجاه لانه يرى السعادة في كصرة الجاه وكتب بعضهم عن الاولاد لانه يرى السعادة في الابناء كتب كل واحد منهم عما يرى السعادة به فكتب احدهم جملة واحدة السعادة هي ضدى بما قسم الله مرضى احدهم على رجل مقطوع اليدين مقطوع الرجلين يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كسيرا من الخلق فمال اليه احدهم وقال له ومما عافاك الله قال الحمد لله الذي جعل لي لسانا ذكا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابعا وعن ابي عبد احمن عوف ابن مالك الاشجعي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة او سمانية او سبعة فقال الا تبيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديثا عهد ببيعه فقلنا قد بيعناك يا رسول الله ثم قال الا تبيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسطنا ايدينا وقلنا قد بيعناك يا رسول الله فعلى ما نبيعك قال ان تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا والصروات الخمس وتسمعوا وتطيعوا واسر كلمة خفية ولا تسأل الناس شيئا وتغيير الوضع كما قلنا لاصارة الانتباه ولا تسأل الناس شيئا فكان احدهم اذا راكب الدابة ووقع منه الصوت او العصى نزل ولم يسأل احد ان يناوله اياه وفاءا ببيعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة ظلم المسألة ظلم لا تزال المسألة باحدكم حتى يلقى الله وليس في وجه مزعة لحمة اي قطعة لحم من عدم الحياة ويقول صلى الله عليه وسلم المسائل قدوح قدوش يكدح بها الرجل وجهة فمن شاء ابقى على وجهه ومن شاء طارك الحياء نعمة والانسان الحيي لا يسأل بدون حاجة ولا يسأل وهو في سعة لانه اذا سأل من ليس بحاجة ضيع الحق على من له حاجة ثم ان المسألة لا تحل لقوي قادر على العمل ديننا دين العمل ديننا دين الانتاج ديننا دين الوسطية في الوقت الذي قال في الوقت الذي حس فيه الاغنياء على الوفاء بحوائج الفقعاء وهذا شهر الصدقة وهذا شهر البر وهذا شهر الاحسان فانه قد حارس ان تصل الصدقة وان يصل البر والاحسان الى مستحقيه الحقيقيين ليس المسكين الذي طوضه اللقمة او اللقمتان ولكنهم الذين لا يسألون الناس الحافى يا الهي بحبيبي اجدي ان يزور الرود وجدان المكافح يا الهي بحبيبي اجدي ان يزور الرود وجدان المكافح لك يا نور عيوني تحييتي في جمال على كل المسارح نسأل الله ان يزوقنا التقى والهدى والعفاف والغنى وان يقينا شر السؤال وزل السؤال وان يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وعقوعنا وسجودنا وصدقتنا انه ولي ذلك والقاضي عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبعك